موسيقى اهلا بكم في نشرة بلدية بيت لحم الشهرية التي توضح اهم الانجازات والزيارات التي كانت لبلدية بيت لحم وايضا لمدينة بيت لحم وبداية سنة تحدث عن اهم المشاريع التي ما زالت تعمل عليها بلدية بيت لحم وهي شارع الكريتاس حيث حتى هذه اللحظات تم انهاء ما يقارب الـ 55% من اعمال هذا المشروع بالاضافة الى شارع الصف ايضا تم مواصلة العمل على هذا الشارع وبدأت بلدية بيت لحم بتنفيذ اعمال مشروع الوحدات الصحية في السوق المركزي ننتقل لقضية اخرى وهي المحطة المركزية واستلام هذه المحطة فباشرت اللجنة المكلفة من مجلس بلدية بيت لحم بشأن استلام محطة البساط المركزية اعمالها وذلك بحضور اعضاء هذه اللجنة وتم بحث الخطط المقترحة لإدارة المحطة بعد استلامها من شركة بريكو المشغلة لها على اثر انتهاء الفترة الممنوحة للشركة لتشغيل المحطة واطلعت على تقارير مختلفة ومعطية تختص بالوضع الحالي بما يخص مشروع دراسة خطط المواصلات في محافظة بيت لحم ناقشت المجموعة الاستشارية للتنمية والاعمار ومع هذه الابحاثة التطبيقية اريج مع بلدية بيت لحم التقرير الاولي لمشروع دراسة خطط المواصلات في محافظة بيت لحم والمدعوم من قبل بلدية باريس وذلك في دار بلدية بيت لحم بحضور رئيسة البلدية وممثلين عن المحافظة والشرطة والبلدية الشريكة ويعتبر هذا التقرير المرحلة الاولى من هذا المشروع والذي تضمن المعلومات العديدة التي تخص واقع السير في بيت لحم واحصائيات ودراسات وخرائط مختلفة واكدت رئيسة البلدية على اهمية هذا المشروع كما سيتضمن المشروع في مراحله القادمة تقدم حلول لمشاكل السير في بيت لحم بعد ان يتم دراسة ومراقبة الحالة على ارض الوقع وفي شهر كانون ثاني رئيسة واعضاء مجلس بلدية بيت لحم يشاركون في احتفالات اعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الشرقي ويستقبلون مسؤولي الكنائس كما ان رئيسة البلدية شاركت في قدس منتصف الليل والذي يحضره سنويا الرئيس سام حمود داعباس كما ان رئيسة واعضاء مجلس بلدية بيت لحم شاركوا في استقبال حارس الارات المقدسة بمناسبة عيد الغطاص بالإطافة الى استقبال غبطة بطريارك الارمن نورهان مالوجيان بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الارمني كما قامت منظمة التحرير الفلسطيني بالتعاون مع بلدية بيت لحم وبيت جالا وبيت صحور بيت عزاء المطران المناضل هيلاريون كابوتشي في مركز السلام وذلك في العاشر من شهر كانون ثاني رئيسة بلدية بيت لحم قامت بجولة تفقدية للشارع وادم سلم بتاريخ عشر كانون ثاني للاطلاع على سير الأعمال في شق الشارع بحضور مدير دائرة الهندسة والقائم بأعمال مدير دائرة المشاريع ورئيس قسم الأشغال ورئيس قسم المساحة وطاقم الأشغال والبستنة أيضا كان هناك العديد من الزيارات لمدينة بيت لحم وأيضا لبلدية تبيت لحم شاركت رئيسة البلدية في الاستقبال حيث أن رئيسة البلدية استقبلت رئيس بولندا أندري دودا ورفقته في جولته وكان أيضا هناك استقبال رسمي في قصر الرئاسة أكيد من قبل رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس رئيسة بلدية بيت لحم تستقبل ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين والمستشار الاقتصادي الجديد في القنصرية الأمريكية العامة في القدس وممثلة النرويج في فلسطين ورئيس بلدية فلورنسا أيضا نائب رئيسة البلدية يستقبل ممثل الهند الجديد لدى دولة فلسطين وأيضا الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين قدمت درعا تكريميا لرئيسة البلدية لدورها وجهودها الحثيثة في رفعة مدينة السلام بيت لحم ودورها السياسي أمام العالم لصالح القضية الفلسطينية ومنظمة المتقاعدين العسكريين الروس تكرم المتقاعدين العسكريين في فلسطين وشاركت رئيسة البلدية في هذا الحفل كما قلدت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون بوسام إليزابيث زوجة الأمير سيرجي وهو أول رئيس للجمعية الإمبراطورية الأورثولوكسية الفلسطينية